توفي طفل أصيب مع أطفال آخرين بشضايا قذيفة هاوان أطلقتها ميليشيات الحوثي يوم أمس الأربعاء شرق مدينة تعز جلوبي غربي اليمن وقال مصدر طبي بأن الطفل هشام شائف شرف البالغ من العمر التسعة أعوام توفي متأثرا بإصابته التي أصيب بها جراء القصف الحوثي وكانت ميليشيات الحوثي قد قصفت الأحياء السكنية وأدت قذيفة أطلقتها إلى إصابة خمسة أطفال من أسرة واحدة ثلاثة جروحهم خطيرة من بينهم الطفل هشام الذي توفي مساء يشار إلى أن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف الهاوان ومضادات الطيران والرشاشات خلال الساعات الماضية أحياء الكمب والثورة شرق مدينة تعز وعصيفرة شمال المدينة اشتركوا في القناة